بايو سكان مركز الأشعة والتصوير الطبي وصلنا لحتى نحكي مع دكتور محمد الدباس نحكي عن الفوبيا فيه فوبيا كتير وأنواعها كتير ولكن اليوم رح نحكي بشكل مكثف قد ما بنقدر عن إحدى هذه الفوبيات وكيف ممكن نتعامل معها صباح الخير صباح الخير أهلا وسهلا فيك دكتور نحن لما بنحكي فوبيا أو رهاب فيه كتير ناس بيكون عندهم رهاب من شيء معين مثلا مناطق عالية من يركبوا أسانسير يخافوا من حيوانات أليفة وفيه أنواع كتير هلأ هم يأكمنوا نوع بعلم النفس تصنف يوجد مئات الأنواع من الفوبيا بشكل عام أو الخوف خلن نحكي فيه أشياء بنسميه الخوف الطبيعي وفيه الخوف المرضي فيه فرق بين الإنسان عادة يولد وفيه عنده شيء موروث من الخوف الخوف من الأفعة إشي مولود الشخص أنه يخاف منه أو الحيوانات المفترسة لكن الخوف من الأشياء الاعتيادية العادية هاي تصبح مرضية مثلا فيه عندنا ناس بيخافوا من الحيوانات بشكل عام أو فيه سبيسيفيك فوبيا اللي هي خوف من حيوان معينة أو حشرة معينة الحشرة مثلا ما بتأذي لكن إن ولدت عند الشخص خوف لأسباب مختلفة أنه يصيري خاف من الحشرة مثل النملة أو الصرصور أو أي شيء غير مؤذي أصلا فما أدراكي من الأشخاص اللي بيخافوا من القطط أو الكلاب أو الحيوانات الأخرى فيه عندنا مثلا مخاوف كمان اللي هي مرضية أخرى مثلا الخوف من الركوب الطائرة الخوف من الركوب المصاعد اللي بتعيق حياة الإنسان الطبيعية يعني تخيل لي الشخص بده يسافر نصبوط بده يسافر لبلد ثانية للعمل أو إنه زيارة أو شيء زي هيك فبصير في عنده مشكلة إنه كيف بده يسافر وبامتنع يعني مش إنه فيه ناس بيأخذ مهدئات حتى يلجأ إنه يقدر يسافر سفرة وبيضل عنده قلق قبل السفر وبعد السفر شو لازم يعمل هدو الأخ لو هلأ بنا نحكي عن مثلا فوبيا الطيرات الناس اللي بتخاف من السفر يعني من إيش بتصير وكيف لازم يتصرفوا هو عادة الخوف ممكن يكون فيه إلو سبب أو ما فيه بدون سبب عادة اللي بيصير عنده خوف في المصاعد أو الركوب الطائرة أو الحيوانات نعم بيكون فيه صار حاتفة مع الشخص نفسه مسبقا أو مع قريب لإله أو شاهدها على التلفزيون مثلا نعم فبتتولد عنده خوف من ناحية هاي وبتزيد إذا عاش الشخص نفس الحاتفة أو نفس التجربة نفس التجربة صعب يكررها وبصير يخاف مثلا الأشخاص اللي بصير عندهم نوبة هلع في المول أعم من الناس من كتر الناس من الماكن المغلقة فهنا بصير أي مكان مغلق بيذكره في نوبة الهلع أو اللي هي نوبة الهلع يعني قلق حاد للشخص بيصيبه مرض نفسي معروف فبصير يتجنب أي مكان مغلق أو بعيد أو غير آمن أنه يخرج منه بتصيره نوبة الخوف والقلق والهلع فيه أشخاص اللي احنا بالعيادات بيجينا حالات كثيرة من الأشخاص اللي عندهم خوف من الحيوانات صحيح مثلا فيه بتذكر فيه ست يعني صارت معها حادثة أنه كانت نايمة فيه سريرها يعني عادي وصحيت بنصط الليل وإلا فيه قطة على صدرها نايمة ومبسوطة القطة صحيت على الحركة فصابها حالة من الرعب والخوف وتولد عندها خوف من القطة بشكل عام فهذه الحالة يعني بدها علاج طبعا يعني فيه العلاج اللي احنا منركز على العلاجات في الفوبيز بشكل عام منركز على العلاجات السلوكية اللي بيقوم فيها المعالج النفسي ممكن نحتاج بعض الأحيان إلى أدوية لفترة قصيرة لحتى كمان نعزز هذا الموضوع ولكن كيف يعني نغير السلوكيات يعني مثلا الواحد اللي بيخاف من الحيوانات يربي حيوان أو نحاول نخليه حوالي مثلا حيوانات أليفة كيف ممكن نغير السلوكيات هو يعني عادة في بعض الأشخاص سبسلين دوم خوف من الحيوانات أو من الأشياء معينة أخرى نتيجة التصرفات الأهل أو الأم بالذات بخوفوهم يعني الأم بتخاف من شي صح بتصير سلوكياتها أمام بنتها أو ابنها فخلص فبنتقل الخوف من الأم للبنت وبتكمل في العائدة يعني تربية الحيوانات هي شيء محبب نعم خاصة عند الأطفال ليش عنا بنأخذ الأطفال على حديقة الحيوانات أو الطيور أو شيء حتى نعزز العلاقة هاي ما يكون فيه خوف ويتعود أنه يشوف الناس كيف بتعاملوا مع الحيوانات وكيف بنمسها وكيف بتعامل معها بإنبساطية بدون رعب أو خوف أو قلق صحيح بتلاقيها ماشي الريش الطائري بتخاف منها البس كمان نفس الإشي تمام ففي علاج الفلودينج اللي هو الغمر مرة واحدة بتغمر الشخص في الإشي اللي بيخاف منه زي إيش مثلا بتجيبي لها البس بتحطيها بحضنها عندها أوكي البس بسيرتها أو القطة بسيرتها تلعب معها وعاني خاص تنتهي المشكلة أوكي بس هي يعني شوية بدها حرص لأنه آآة طبعا لأنهم كانت تنقلب ضد الأستار الزبط آآة آآة تروني طريقة تانية اللي ما بتقبلوا الطريقة هاي وأغلبهم ما بتقبلوها الغمر نعم الغمر بتقبلوهوش اللي هي التدريجي العلاد تعرض التدريجي بالعرض يقول أها أنه أول شي بالحكي تخيلي بالريلكسيشن نعملهم تمرين استرخاء منحكي عن القطة كيف محاسنها وشو بتعمل بعدين نستخدم صور، ممكن نستخدم فيديو، بعدين نجيب شخص يلعب مع القطة أمام الشخص اللي بخاف من القطة عن بعد عشان يشوف أن القطة ما بتعمل ولا إشي ما في إشي تمام ممكن بعدين المرحلة الأخرى أنه نجيب عبر حجاز حاجز زجاجي أنه في قطة جوا بيلعب معها والشخص اللي بتفرج صحيح، بعدين من سير بالتدريج أنه يلمسها أو تقيدوا عليها بعدين يحضنها بعدين يصير يلعب معها فهي هاي الطريقة الأفضل أنا بشوفها، لازم بس إيش في القبل كل حكي نعم أنه نعمل عمليات الاسترخاء قبل التمرين كيف أسيطر على الخوف وعراض الخوف والقلب صحيح، تمام شكرا جزيلا دكتور وأكيد منتحدث أكتر بكل الفوبيات الثانية يسعد صباحك، شكرا اشتركوا في القناة